صباح و اهلا و سهلا على الكنال. اليوم نتحدث عن التليفون جديد من شركة جوجل اسمه Pixel 5a 5G. هذا التليفون مميزته كثير حلوة. هذا من السياريزة A معنايته سيكون رخيص أرخص من التليفونات الثانية التي تنزلها. وعادة يكون لدينا الإمكانيات الحلوة التي نرىها مثل السن الماضي في Pixel 4a أو Pixel 4a 5G. لكن اليوم نتركيز عن المميزات الحلوة في هذا التليفون. ماذا يجدد فيه؟ ما هي الإمكانيات التي نقلل فيها لهذا التليفون؟ وغير ذلك بنتحدث عن حرارته لهذا التليفون. كان هناك أشخاص يتحدثون عن التليفون معنات أن الحرارته تطلع عليه قليلا. دعنا نتحدث معكم وخبركم ماذا يحدث فيها هذه العملية. يلا. أنا طارق. شكرا جزيلا على كل الناس الذين من اشتراك على الكنال. دعنا نتحدث عن Pixel 5a 5G من جوجل. دعنا نتحدث عن التليفون. اعملوا لايك واسجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة. وهذه هي كل الأغراض التي يأتي في قلبي العلبي. لدينا العلبي كما نرى. Pixel 5a 5G. يأتي الشريط هنا. USB-C إلى USB-C. لأن نقدر نشارج التليفون. ويعطينا هذا الأدابتور هنا. حتى نقدر نحويل معلوماتنا من التليفون القديم لتليفوننا جديد. آخر شيء يعطينا الشراجر في قلبي العلبي. ويعطيناها على USB-C. ويساعدنا أن نشارج فيه التليفون التي لديناها. Pixel 5a 5G. هؤلاء هم التليفونات التي شرطناها من السنة الماضية إلى هذه السنة. هذا Pixel 4a. 4a 5G. وهذا Pixel 5a 5G. بالنسبة للإمكانيات التي نرى هنا. الممكانيات والحاسوب التي لدينا هنا تقريبا نفس الشيء. 765G موجود على هذه التليفونين. لدينا الكاميرتين الموجودين هنا. 12 و 16 ميجا بيكسل. لدينا نفس الشيء. ولكن خسرنا السنسور الموجود كانت تحته. البطارية الموجودة هنا 4680 ميلي أمبير. بقلبة البطارية. لدينا أيضا 6 جيكا بيتي. 128 جيكا بيتي. والشيء الثاني الذي نرى هنا. هذا التليفون أكبر. الشاشة التي لدينا هنا 6.34. وهنا لدينا 6.2 إنش. كلهم لديهم 1080P Panels. وهذه الشيء كثير ميحي من أن نرى. وكلهم لديهم Stereo speakers. هذا الذي تعجبني فيه هنا كثير. الموديل الذي لدينا هنا. لدينا 8 بيتي. لدينا الكاميرا الموجودة قداما. هذه نفس الشيء بعدها. مثل ما رأيناها من السنة الماضية. أهم شيء كمان. الموديل الموجودين هنا. لدينا 5 جي. عليهم 2 جي. اللي منقدر نشوفه هنا. إنه جوجل قرروا بالسنة 2021. إنه ما يعطونا إلا موديل واحد. بدلا ما كان عمنا موديلين السنة الماضية. الصغير والكبير. هلأ سعر عمنا الموديل الكبير بس. بسعر أرخص من الموديل. ما كان يعمل بسعر الماضي بالـ 4A 5G. هذا كان مبيع بـ 500$. هذا سعره بـ 450$. رغم أنه أحسن من أي تلفونات نزلتها من قبل. شغلة كثير منيحة. وتعودنا نشوفها من جوجل. خاصة تعمل هذه التلفونات الجديدة. كما أخبركم. التلفونات لديه حاسوب 765G من سناب دراجون. هذا سيكون نفس الحاسوب الذي رأيناه في السنة الماضية مع 4A 5G. كما نظهر اليوم للتلفونات نرى أن الشاشة أكبر منه. هذه 6.34 على 6.2. لدينا 6GB للرام و 128GB للزاكرة الموجودة فيه. هذا ظلت نفس الشيء. شغلة الثانية لما نظهر اليوم للتلفونات أن الزر الموجود عليه هنا صار رغم أنه أخضر قليلا. مثل زيت زيتون قليلا. لديه ردات قليلا. حتى تعرفوا مضبوط لما تضعوا إصبعكم عليه. لفوق لدينا الهاتفون جاك. بعضهم موجود مثل ما رأيتنا من قبل. ميكروفون واحد للكاميرا. الكاميرتين الموجودين هنا 12 و 16 ميجا بيكسل ألترا وايد. موجود الفينجرد برينت سنسور موجودة. مثل ما قلت لكم 4.680 ميلي أمبير بطارية. مع الشجارة و 18 واط. لتحت سبيكر موجود الذي نعمله مع السماعة الموجودة للفوق للستيريو سبيكر. غير هكي كمان عن الـ USB-C لنشارجه للتلفونات. الكاميرا الموجودة قدام 8 ميجا بيكسل بعد نفس الشيء. لذلك هناك الكثير من مميزات تقريبا نفس الشيء عن التلفونات السنة الماضية. لكن دعنا نقول الشغلات المهمة بينهم. الفرق عن الشغلات الجديدة. الشاشة أكبر. والشاشة لديها أيضا السيستام 20x9. 20x9. ليس 19.5x9. معناته هذا التلفونات قليلا أعرض منه. بدلا ما يكون هذا قليلا نحيف. غير أنه أكبر منه أيضا. وعندنا أيضا الـ IP67. هذه الـ IP67 تساعدنا من نحمي التلفونات من الغبرة ومن الماء. وهذه الشغلة جديدة. وهناك بطارية كبيرة. الشاشة كبيرة. وعندنا إمكانيات جميلة كثيرة. إن شاء الله ستكون أول التلفونات من الغبرة. سيأتي هنا الـ Android 12. بعد شهر وشوية لما تنزلوا جوجل. وعندنا على الشمال الجوجل فيد. نسحب من هنا كل التطبيقات موجودة. الشاشة لدينا كلها 60 هرس. ليس لدينا شيء أعلى من ذلك. لدينا 5G كما ترونها هنا في أمريكا. أنا عملت أيضا الـ Speed Test هنا. استعملت أول كم مره نزلت على LTE. بعدين عندما علقت على 5G تقريبا 500 لتنزيل. و131 للأبلود. كثير منيح خاصة على السعر. 450 بدلا ما يكون 500. مثل ما هذا كان السنة الماضية. عملت أيضا تست على Geek Bench. حتى نرى كيف قوته للحاسوب. الحاسوب عندما عنده نزل لـ 585 على Single Core. و1273 على Multi Core. هذا نقرمه تقريبا كثير من ما رأينا هنا. لـ 589 على Pixel 4 A 5G من السنة الماضية. لكنه قوته للحاسوب بين 720G و 855 من Google. أو من Qualcomm. معناته الحاسوب قوته قريب كثير من 855 من كم سنة رأينا هنا. لدينا عدة شغلات نستعمل فيها. لنزل كل تطبيقاتنا موجودة هنا. مثل مفجراتكم. كله يمشي. الـ Netflix و Twitter. كل التطبيقات فيكم. الـ Google Play Services. كله يمشي. سألتخبرنا عن الكاميرات الموجودة هنا. لدينا على هذا التلفون. الكاميرا الموجودة هنا. من قد نظلم فيها من خلف هنا. لقد قد أعطونا 4K 60 fps. كاميرا الموجودة. كما يمشي. كما تروني. التالي. وعادة. ويوجده 2x Digital. لا يوجد تلفظون. معناه أنه إذا أربعوا شيء غير الأول بس. سيكون Digital. لكن تظل الصورة ممشي. أخذت هذه الصورة اليوم الصبح. كانت عم بصور البساني تاعتنا كاميرا على الكنابية وكاميرا شمس كما ترى الصورة تجنن وخاصة مع الشادوز وكل هذه الشغلات موجودة منيحة وهذه هي حلاواتها للصور التي تأتي من تلفونات بيكسل وهذه هي حلاواتها التي نرى بالتلفونات تاعت بيكسل الكاميراات تاعتها كثير كثير قوية وبتمشي منيحة الكاميرا الموجودة قد أعطينا 1080p أحسن شيء وعندنا كمان فيديو وعندنا البورتريت وعندنا النايت سايت وعندنا كمان قد نعمل تحت المودز الفانوراما الفوتوسفير واللنز بالفيديو عندنا سلو موشن وعندنا تايم لابس وعندنا كمان ستابلزات حتى السينماتيك بان اللي نقدر تعمل على 24 فريمز بر ساكن كتير كتير منيحة دعني أعطيكم مصرها الله على الكاميرا الموجودة قدام الكاميرا الأدامية والورانية على البيكسل 5A 5G نبدأ أول شيء مع الكاميرا الموجودة قدام نقدر نصور 1080p مع لدينا 4K بس الكاميريات الموجودة تقدر تعطينا هذا القليل هذه تكون مصدر عن الصوت والصورة من البيكسل 5A الآن نقلو على الكاميرا الموجودة نقدر نسجل 4K 60 فريمز بر سكن هذه ستكون أحسن شيء هنا نسجل عديد شغلات تانية في عنا الالترا وايد في عنا كمان سلو موشن الان سلو موشن على 24 فريمز بر سكن لدينا عديد شغلات تقدر نعملها كمانية أحسن كثيرا كما تعرفون من وراء لكن هذه مصدر عن الصوت والصورة من البيكسل 5A رغم أنه كان هناك صوت حوالي عندما كنت تسجل الفيديو الصوت والصورة طلعوا كثيرا كثيرا مناح وهذه اللي تعجبني فيه كثيرا لهذه التلفونات الآن نقلو على التجربة كمان على السماعات الموجودين اثنين لديهم ستاديو سبيكر و اثنين لديهم هاتفون جاك لكن كما عملت هنا انا احبت اعملكم مقارنة بين اثنينتهم لذلك الفوليوم هنا عندي مئة بالمئة على التلفوناتين حتى نتسمى عليهم و نرى قوةهم لذلك اولا سنبدأ مع التلفونات هنا نلعط نفس الغنية اليكس كريندو جامبو من NCS ريليس سنبدأ بال5A 5G واحد الجميع اشتركة ان الصوت موجود و لا اعرف ان اعتقدت بأن اشتركة للصوت 5A أعلى صوته. خبروني بالكومنت تحت وقالوا لي ما رأيكم. هل تعتقدون أن 5A أحسن من 4A أم لا نسمعه نفس الشيء؟ بالنسبة لي أنا الصوت كثير منيح، الشاشة كبيرة، البطارية أكبر، بالطهينة مدة طويلة، عدة شغلات ما أجب فيها كثير، والتليفون سريع كثير خاصة بال5G. ومثل ما رأيته الإمكانيات التي تصير فيها هذه التليفون كثير منيحة. كبروا الشاشة، كبروا البطارية، أعطونا الحاسوب نفس الشيء، لكن أعطونا أيضاً الـ IP67 للماء والغبرة لأن نعمل الـ Water and Dust Resistance هذه شغلة مهمة كثير، والسعر نزلوا 50 دولار من السن الماضي، هذه التليفون طبع السن الماضي 5A، الـ 4A كان 500 دولار، الآن 450. ورغم أنه ما سيأتينا موديل أصغر منه، بالنسبة لي أنا فضلت أن أخذه الحجم الكبير عن الحجم الصغير. بعرف أنا في ناس بيحبوا تليفونيات صغيرة لا يوجد إشكال فيها، لكن بالنسبة لي عندما بدي استمتع فيها التليفون، وبدي استعملها للمدة طويلة خاصة سنة سنتين هكشي، هذا التليفون سيكون مميزاته كثير حلوة. بدي يتحدث شوي عن الحرارة تعيته لأنه في ناس عم يتحدثوا عنه أنه عم يقولوا هالتليفون الحرارة تعيته بتطلع كثير لما بتستعمل الكاميرا على 4K60. هلا أنا جربت مباري حالتليفون على الكاميرا، حطيته على الطاولة، عم بصور البرات طبعي، حطيته على 4K60 ومع العادية العادية على التليفون، ضياني تسات عشر دقيقة وثينتين. هذه مدة طويلة للمدة أنه نقدر نسجل واحد وصور فيديو واحد على كل قوتو لهالتليفون. هالتليفون إمكانياته كثير منيحة، لكن بالنسبة للمكالمات وكل الشغلات التي تستعملها على التليفون ستمشي منيح. لكن أتحدث عن الكاميرايات، تكون تعرفوا أنه لما تستعملوا على 4K60 عم تستعملوا كل قوتو لهالتليفون، ولازم تتذكروا أنه لما تستعملوا على تسات عشر دقيقة أو مدة طويلة، هذه مدة طويلة لنسجل أي فيديو. إذا كنتم تحتاجين شغلي بهالمدة ومدة أطول على 4K60، لا أعطيت هذا التليفون لكم، يجب أن ترى تليفون موديل ثاني الذي يستطيع أن يقضر هذه الإمكانيات التي تستعملوا عليها. أفصركم الآن، ليس لأن هذا التليفون لديه مشكلة، ولكن ستعرفوا ماذا تجلبه، هذا التليفون ب450 دولار. لا يمكننا أن نطلب منه مثل الإمكانيات التي تعمل ب1000 دولار أو 1500 دولار، لأنه عدة إمكانيات تجينا بعدة أسعار. غير ذلك، صراحة، إذا كنت تفكروا أن تجلبوا تليفون من بيكسل أو بيكسل أو بيكسل، سيكون مدة طويلة، سيكون أول تليفون من التليفونات التي سيأتيهم إلى أندرويد 12، الذي سيأتي بعد شهر و شوية، يمكننا ركب الباتا 3 عليه أيضاً إذا أريدنا، هذه الشغلة كثير مهمة. إذا كنت تفكروا أن تجلبه، سينزل إن شاء الله آخر الشهر بعد جمعة و شوية، سوف أعطيكم التليفون بالتليفون تحت حتى تفتشوا عليها و ترى ما رأيكم فيه. الآن أعرف أنا أيضاً أن هذا التليفون لا يأتي على كل الدول العربية ولا على بلاد كل البلاد، ولكن تفكروا أن تجلبه على قليل ما هي إمكانياته لهذا التليفون و شو فيكم تعملوا فيه. خبروني و لولي ما رأيكم فيه للبيكسل 5A 5G، هالمعجبين يسمونه البجت تليفون من شركة جوجل هالسنة، ثم نرى ما سيحدث بالبيكسل 6 و البيكسل 6 Pro. أنا طارق، شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك، سوف نرىكم إن شاء الله في الفيديو الجديد.